اضاف جاء الاسلام ليجعل للمسلم على المسلم حقوقا ويقدس الدماء ويحرم كل مظاهر الاعتداءات على المسلمين فيما بينهم وتابع من اجل ذلك حرم الاسلام التباغض والتقاطع والتحاسد بين المسلمين وحرم الغيبة والنميمة والعقوق بين المسلمين وحرم احتقار المسلم وامتهانه لاخيه المسلم وحرم الخروج على طاعة ولي الامر واعلان المعصية والدعوة الى ما يسمونه بالعصيان المدني ايها لاحبة الكرام ان نيران الخلافات عندما تنشم بين المسلمين عندما تنتشم الفوضى بين المسلمين عندما تشق عصى الطاعة بين المسلمين عندما تفارق الجماعة بين المسلمين تضيع الحقوق وتنتهك الحرمات عندها ايها لاحبة الكرام تشتعل نيران الفتن من جديد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن عمل على ايقاظها الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها الى اولئك الشرذمة الذين خرجوا اليوم ليشهروا معاول الجهل ومعاول الضلال ليدمروا منجزاتنا ومقدراتنا وليفكوا وحدتنا وليشهرموا في امتنا اليهم ايها لاحبة الكرام اليهم ايها لاحبة الكرام نتساءل اين انتم من قول الله جلت عظمته كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاه الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين الى اولئك الذين سموا انفسهم بالثوار ثوار انتم ولكنكم ثوار على تعليمات كتاب رب العالمين اما قال ربكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فاردوه الى الله ورسول والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ثائرون انتم على توجيهات كتاب رب العالمين ثائرون انتم على توجيهات نبيه المصطفى الهادي الامين فقد قال في الصحيح اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب قال صلوات الله وسلامه عليه في الصحيح يا من عميت عيونكم فما عادت تبصروا الا ما يريده اعداء الله واعداء الاسلام اعداء المبادئ واعداء القيم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني قال نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم سأله عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه عن هذا الزمن الذي تكثر في الفتن والمحل قال له فما نفعل ان ادركنا هذا الزمن قال صلوات الله وسلامه عليه تسمع وتطيع للامير وان اخذ مالك وذرب ظهرك وان اخذ مالك وذرب ظهرك فالكان صلوات الله وسلامه عليه هل كان جبانا حتى يوصي المسلمين بالامتثال لأوامر الله دعم ايها الاخوة الكرام وان ابي بكرة رضي الله عنه ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم ان اعمالكم الا فلا ترجعوا بعدي كفارا ان اخوتنا يعبثون ان اخوتنا يعبثون بارواح اليمنين اليوم ان اخوتنا يعبثون اليوم بمقدرات الامة ان اخوتنا يعبثون اليوم بمنجزات الامة ان اخوتنا ايها الاحبة الكرام يتطاولون اليوم على امن الامة وعلى سلامة الامة امان لهم ان يرجعوا وان يعودوا الى جادة الصواب امان لهم ان يتقوا الله في الدماء التي سفقت وفي الأمانة التي هجرت أمان لهم أن يتقوا الله أن يتقوا الله في أمي أهل اليمن أهانت على هؤلاء دموع الأمهات الخائفات أهانت على هؤلاء سلامة اليمنيين أهانت على هؤلاء بساطة المعتمدين المقبلين على الله من يسألونه أمنه وأمانه إليك رباه إليك رباه نشكو صانع الفتن الأعابثين بأمن الشعب في اليمن المفلسين فلا أخلاق تردعهم ولا ضمائرتناهم عن الدرن قتل وهدم وتدمير بلا وجل ولا حياء من الجبار والوطن أشكو إليك يا الله هؤلاء نشكو إليك شرذمة من بني جلدتنا تكبرت وطقت وعلى ولي أمرنا وأمرها خرجت وللاحتكام لكتابك وسنة نبيك رفضت وإلى الشوارع والطرقات احتكمت وبشبابنا وشاباتنا غررت وبنهج المسود ظلت وأضلت والسلاتنا قطعت ولدمائنا يا رب الأرباب أراقت وللفتنة النائمة أيقظت اللهم إنا نشكو إليك أرواحاً أزهقت ودماءاً أريقت وحرمات انتهكت وأطفالاً يتمت ونساء رمّلت ومصالح عطلت ولساناً بُترت وأبوث وأبوة أهينت وبأقدام أبنائها رُكلت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هؤلاء يا من تحملون اليوم معاول الهدن فاليوم تستطيعون أن تصلحوا ما كثرتموا اليوم تستطيعون أن تعيدوا مراجعة العسابات اليوم تستطيعون أن تحاسبوا الأنفس قبل أن يحاسبها رب السماوات اليوم تملكون من أمركم أنتم وغداً لا تملكون شيئاً أنذركم أنذركم يا دعاة الفتن أنذركم يا دعاة الخراب أنذركم يا دعاة الخراب والدمار يوم لا يملك نفس لتن اليوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله أنذركم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنين أنذركم يوم تقفون بين يدينا بالعالمين لا تملكون الكلام ولا تملكون الدفاع يومها عندما يقبل عليكم جار المستجيرين ولا مرافقين لكم ولا سلطان لكم ولا جنود لكم ولا عاصمة لكم يومها من أمر الله بماذا ستجيبونه وماذا ستردون عليه نرجوك يا الله نرجوك يا جار المستجيرين يا أمان الخايفين أن توقظ فيهم الإيمان والحكمة أن توقظ فيهم يا رب العالمين الفقه اليمان الذي يجعلهم ينظرون فيرون الحق حقاً ويتبعون ويرون الباطل باطلاً ويجتنبون أيها الأحبة الكرام من يا ترى أعلم هؤلاء هم الأعلم أم من رب أم رب العالمين يجتمع الفرقاء اليوم يجتمع الفرقاء اليوم من أجل أن يهدموا سروح مجدنا وعزتنا وكرامتنا من أجل أن ينزقوا لحمتنا ووحدتنا من أجل أن يعودوا بنا إلى الوراء أعواماً وقروناً مديدة يجتمع الفرقاء اليوم على كلمة واحدة تجمعهم المصلحة وغداً لا محالة ستفرقهم المصلحة ويقولون لشبابنا الذين يغررون بهم لا لا إن تنازعنا فإننا سننال الحرية والمجد والكرامة ويكذبهم رب السماوات من فوق سبع سماوات ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يكذبهم رب العالمين يقول لهم تحسبهم أعزاب النقاء المشترك تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتاء وهم شتات الله شتات الله في أفكارهم شتات الله في أعرائهم شتات الله في أخلاقهم شتات الله في مذاهبهم شتات الله في عقائدهم شتات الله في غلهم شتات الله في نهجهم وحرك البي على أخلاق نبت بهؤلاء عن دين الله عن دين الرحمة عن دين المحبة عن دين السلام إلى أين يذهبون بشباب الأمة إلى أين يذهبون بشباب الأمة يقدمونهم قرابين من أجل الوصول إلى مصالحهم تلك المصالح التي ستزول وسيزولون معها يقدمون شباب الأمة كقرابين منظفون أفكارهم من كل المعاني السامية ويعملون على تدمير مبادئهم وقيامهم فلك أن إخوتنا وأبناءنا الشباب لا يبصرون يمضون إلى الحلاك ويستنصرون بالله يطلبون من الله النصر وأتساءل كيف تستنصرون بالله وأنتم تعيثون الفساد في أرض الله كيف تستنصرون بالله وأنتم تغضبون الله كيف تستنصرون بالله وأنتم تدمرون الأخلاق في أرض الله كيف تستنصرون بالله وأنتم تملعون الأرض الفساد والإفساد كيف تستنصرون بالله وأنتم تسيرون في درب بعيد تماما عن درب رب العالمين خرجت مسيرتان جماهريتان في كل من محافظتي تاعز والحديدة جهبت شوارع وميادين المحافظتين تأييدا لشرعية الدستورية ومنددة بما يرتكبه عناصر وأحزاب اللقاء المشتركة من أعمال تخريب وتكسب